المسيح 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 والآن كيف أتصرف أنا كمسيحي في قضايا العهد القديم أو كيف أعرف ما يلزمني في العهد القديم سلم الله فمك كيف أعرف ما يلزمني إني أرى أن المسيح يقف عملاقا بين العهدين القديم يشير إليه والجديد يتطلع إلى الوراء إليه وهو يقف هناك كمعلم مثل ما بقول كمعلم بين ربوة وأعتبره الغربال وباللغة الأجنبية الدارجة اليوم الفلتر ممكن توضح هذه الفكرة أكثر يسرني ذلك لأن هناك أمور كثيرة في العهد القديم يجب أنظر أولا يقول رسول بولوس كل ما كتب في العهد القديم كتب لأجل تعليمنا وهذا يعني أنه يكون لنا قدوة أو عبرة نتعلم منه سلبيا وإيجابيا نتعلم من السلب أن لا نرتكب ما ارتكب من أخطاء ونتعلم من الأمثولة كيف نسير بموجبها لدينا هنا غربال هل يمر في المسيح العنف الذي كان في العهد القديم لا يمر فهو رئيس السلام إذن يبقى في العهد القديم هل يمر تعدد الزوجات كما فعل داود وسليمان أو يعقوب لا يمر لأن المسيح قال أو علم عن رجل واحد لأمرأة واحدة الأمانة الزوجية الوفاء لشريك الحياة فإذا أردت أنا أن أمرر من العهد القديم إلى حياتي اليوم هذه العادات القديمة يجب أن أمررها في شخص المسيح الغربال فإذا انسجمت مع تعاليمه أقبلها وإن لم تنسجم لا أقبلها أتركها في العهد القديم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة